اشتركوا في القناة هذا البرنامج في موعده الثابت عند الساعة الخامسة من مساء السبت والثلاثة من كل اسبوع على طريق نشر الوعي القانوني والثقافة القانونية في مجتمعنا العراقي الكريم يعلم متابع البرنامج اننا في حلقات يوم السبت موضوعنا وكما عودناكم هو تحت عنوان الناس وقانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل وبعدة تعديلات مثل ما اوضحنا سابقا توقفنا بالحلقة الماضية كنا نشرح احكام المواد من 34 الى المادة 39 وتوقفنا عند الطلاق الرجعي وعليه اليوم سنستأنف من حيث توقفنا هواتفنا وكما عودناكم ستكون مفتوحة امام حضراتكم لاستقبال مكالماتكم والرد على اسئلتكم سواء تعلقت في موضوع الحلقة او في اي شيء من شؤون القانون اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج في الثقافة القانونية معكم المحامي لؤي شوقي السعدي انتقل الى الموضوع انا ذكرت قبل قليل انه موضوعنا توقفنا به عند الحلقة الماضية السبت الماضي عند موضوع كنا نتكلم ان يعني في شرح احكام المواد من 34 الى 39 وتوقفنا عند الطلاق الرجعي وذكرنا يعني انا ذكرت في الحلقة الماضية انه طلاق الرجعي هو ماجازة يعني نسميه رجعي لانه ماجازة للزوج مراجعة يعني او الرجوع بزوجته خلال فترة عدتها عدة الطلاق اللي هي ثلاثة قرؤ ولي احنا سابقا يعني اختراحنا على المشرع ان يعني تكون هذه المدة مدة العدة محددة باليوم افضل مما ان تترك يعني الى الاختلاف الحاصل المذهبي لمعنى القرؤ قلنا انه القرؤ يعني المذهب الجعفري يعتبر عن الطهر والمذهب الحنفي ويعتبر عن الحيض وبين الطهر وبين الحيض يعني ايام وهذه الايام تضرب في ثلاثة لانه ثلاثة قرؤ فيكون عددها غير معلوم اصلا يعني وبالتالي هذه يفترض ان تكون ضمن العدة او مو ضمن العدة يعني هو هذا الخلاف فعليه الافضل مثل ما احنا عدنا مدة العدة عدة الطلاق محددة يعني تحدد مدة الطلاق يعني مدة الوفاء عدة الوفاة محددة باليوم اربعة اشهر وعشرة ايام تحدد ايضا يعني مدة عدة الطلاق يكون الموضوع افضل وانا ذكرت انه هذا يعني المقترح كان يعني الفضل به للأستاذ الخبير القضائي محسد الهندوي يعني واجد انه مقترحة يعني بالغ الاهمية والدقة والموضوعية وتبنيناك مقترح في يعني خلال تناولنا لهذا الموضوع للقانون الاحوال الشخصية نتمنى على السلطة التشريعية يعني ان تاخذ سواء بي او بغيره تاخذ بنظر الاعتبار وتدرس المقترحات اللي يزاد عددها على يعني حسب ما اتذكر اثنى عشرة مقترحا يعني من بدينه هذه طبعا هي الحلقة السادسة عشر احنا نبحث فيها في هذا الموضوع اليوم بالضبط اربعة شهر نكون كم منه بالبحث في هذا القانون وبالعودة مع الماريدة استرسل بالمقترح اكثر بالعودة الى موضوع الطلاق الرجعي يعني انا قلنا انه هو هذا الطلاق الرجعي معناها احنا دا نشرح دا نشرح احكام وغايتنا من الشرح هو يعني ان نسهم ولو باي درجة من الاهمية في وضع حد وحل لتزايد نسبة الطلاقات هذا قصدنا والله من وراء القصد وذكرتاني بالحلقة الماضية يعني المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة نرجوهم يعني ان لا يعني لا يشعروا اننا ندفع يعني او نثقف باتجاه الطلاق لانه هو غرضنا العكس مو هذا غرضنا يعني بس هو الواحد لما يشرح لما يشرح موضوع لما يشرح مادة قانونية يفترض ان يعطيها حقها يعني انا مضطر ان ان اشرح وكأني يعني اريد ان افهم المشاهد او المشاهدة كيف يسعى الى الى ان يثبت اسباب الطلاق وبالتالي لاهموه هذا قصدنا بس احنا بما انه دا نوضح ما ريد ندعي انه احنا دا نشرح بما انه دا نوضح فعلينا ان نوضح بصورة يعني اللي طلبها البحث والقانون وايضا يعني اللي ناجم عن يعني التواصل مع الترافع امام القضاء اذا الاصل اللي يريد نقوله انه الاصل بالطلاق انه رجعي الطلاق يعني اذا نتكلم عن الطلاق مو عن التفريق لان التفريق فيه اختلاف يعني في هذا الموضوع التفريق قبل الدخول بعد الدخول يقع بائنا البينونة تكون بينونة صغرى ثم اذا تعدد اذا اصبح طلاقا ثالثا نكون امام بينونة كبرى وعدها يفترض انه يعني لا تكون هناك عودة الا بزواج الزوجة المطلقة ثلاثا بزواجها من شخص اخر وهذا الشخص اما ان يطلقها وتمضي عدتها او ان يتوفى عنها يتوفى عنها وتمضي عدتها ايضا عدة الوفاة يلا يكون بامكان الزوج السابق اللي طلقها ثلاثا ان يعود اليها هذا اللي نعنيه بالبينونة الكبرى هي هاي البينونة الكبرى البينونة الصغرى هي ان تمضي مدة العدة يعني بمجرد ما تمضي مدة العدة اللي هي ثلاثة قروء تنتحي يصبح الطلاق الطلاق بائن بالنسبة للطلاق الرجعي هو هذا هو الطلاق الذي يوقعه الرجل سواء يعني بحضور زوجته او بغيابه طلاق يعني هو يطلق يستخدم الرجل يستخدم حقه بالتطليق لا يذهب الى المحكمة ليطلب التفريق انما يطلق هذا هذا الطلاق يقع رجعيا يقع رجعيا والغرض من الطلاق الرجعي مثل ما قلنا بالشريعة الإسلامية الطلاق الرجعي شرعا هو طلاق هو أصلا طلاق والزواج وكلها هذه بالشريعة الإسلامية تماما القانون مجرد ما جاء لينظمها هي روحا ونصا من الشريعة الإسلامية فالشريعة الإسلامية طبعا انفردت حقيقة وهذا واضح لأي باحث انفردت في هذه المسألة انفردت تميزت عن سواءها من الشرائع السماوية وحتى من القوانين الوضعية التي وضعها البشر في موضوع الطلاق الرجعي هذه صفة نفتخر فيها كمسلمين شريعتنا تتميز عن غيرها في موضوع الطلاق الرجعي لا يوجد في الشرائع الأخرى ولا في القوانين الأخرى غير القوانين المستوحات من الشريعة الإسلامية الطلاق الرجعي هو الطلاق يحصل وينتهي الطلاق الرجعي هذا ميزة للشريعة الإسلامية القصد من هذه الميزة أن يعطي الشارع سبحانه وتعالى رب العالمين أن يعني أراد أن يعطي هو بإرادة الله أن يعطي للزوج فترة لأنه الزوج هو اللي يرجع هو هو اللي يطلق هو اللي يرجع يعني ما هي مو الرجعة ما لا علاقة بها الزوجة الزوج هو الذي يعني له الرجعة فأعطى للزوج هذه المدة اللي هي قد تصل إلى مائة يوم ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيوظ ثلاثة حالات طهر هذه قد تصل إلى مائة يوم أو أقل هذه المدة كلها بإمكان الرجل أن يرجع خلالها بزوجته والرجعة يقدر يرجع بالقول مثل ما طلقها يعني هي بالضبط الرجعة تثبت بما ثبت فيه الطلاق كيف يثبت الطلاق؟ تثبت الرجعة طلقها قولا ممكن أن يرجعها قولا بشهادة طبعا شاهدا يفترض أن يشهد يفترض مثل ما لما يطلق يشهد لما يزوج يشهد أيضا لما يرجع عليه أن يشهد وشهادة نصابها شاهدين يعني عدول يمتازون بالعقل والبلوغ إذن يعني القول أو الفعل يعني إذا كان القول فواضح بالطريقة التي توحي أو يعني مثل ما يقول تعطي صريح العبارة بصريح العبارة تعطي بأن الزوج يعيد زوجته التي طلقها أن يسميها بالاسم أن يعيدها إلى يعني أصمته باحتبارها زوجته بالطريقة اللي أي طريقة يقولها ماكوها أصلا يعني مثل ما قلنا ماكو لفظ مخصص هنا بالتطليق هنا ماكو لفظ مخصص بالرجاع المهم أن يكون واضح أنه القصد هو رجع زوجته أما بالفعل فيعني هي الأفعال كثيرة التي تدل على ذلك يعني منها مثلا على سبيل المثال منها اللمس يعني اللمس بشهوة طبعا منها التقبيل أيضا يعتبر هذا رجعة منها أيضا الوطء هذا بالتأكيد يعتبر رجعة يعني هذه الأفعال الأفعال البشرية الإنسانية التي تثبت أن الزوج يعني الزوج لا زال يعني وقصد قصد من خلال هذه الأفعال لا قول هو ما قال شيء بس هذه الأفعال تدل أنه نفسه في زوجته وبما أنه هو متاح له ذلك شرعا فبهذه الأفعال حتى لو لم يقل تتمل الرجعة إذا هي ادعت وهو أقر بها أو كان هناك يعني شهود إذا ممكن يكونون شهود على هذه يعني حتى المداعبة أيضا ممكن أن تكون رجعة لكن يعني أن تثبت أن تثبت يعني هذا لا يكون الدعاء أن تثبت أما بالإقرار أو بالإشهاد هذه الأفعال وحتى الأقوال يعني تحتاج تحتاج ولو هي حتى لو هذن يكرهن ما متوفرات يعني حتى لو كانت الزوجة بعيدة عن زوجها ممكن زوجها إذا فكر إذا هو رح يصير لمجال يفكر يعني بعد أن طلق طلاقا رجعيا عندما يزيد على ثلاثة شهر يفكر بها وبالتالي يعني إذا كان هو في قلب حب لزوجته وفي نيته أن يستمر ونظر إلى مثلا أولاده نظر إلى ما يمكن أن يلحق به وبزوجته وبأولاده من ضرر بالتأكيد هذه الفترة جدا كافية يعني وهذه هي الميزة العظيمة لشريعة الإسلامية اللي أعطت هذه المدة للرجعة هذه العدة للرجعة خلنا نسميها باسمها الشرعي يعني بالإمكان أن يعود عن خطأه الإنسان ممكن أن يخطأ نحن طبعا نحن قلنا بالحلقة السابقة والقبل قلنا أنه زواج الغضبان لا يقع زواج المجنون لا يقع المعتوه المريض مرض الموت وضحنا هاي اللي لا يقع زواجهم لكن ممكن أن يكون إنسان عاقل ويعني بدون غضب لكن يعني بتحت تأثير مشكلة تحت تأثير خلاف تحت تأثير ساعة مثل ما نسميها ساعة شيطانية اتخذ هذا القرار وطلق قولا وعليه طبعا أنه خلال نحن قلنا من ناحية قانونية عليه أن يذهب إلى المحكمة ليسجل هذا الطلاق خلال فترة العدة لا يزيد عن هذه الفترة لأن هذه راح تضع وتضع زوجته في مشاكل عديدة جدا عديدة يعني هذه السماء لو أكو مجال إلى ذكرها تحتاج وقت طويل يعني مشاكل حتى توقعه في الحرام يعني وهو وزوجته لا نتوقع أنه هاي مسألة بسيطة أن تتركها معلقة وأن يعني تتلفظ بالطلاق ولا تذهب لتسجله في المحكمة هذه أمور لها يعني لها مساوى كبيرة قد يعني أنه يسعفنا الوقت في وقت آخر ونذكرها اللي ردت أن أقوله في هذا ولو إحنا يعني ما نريد نذهب بعيدا عن اختصاصنا يعني كمحامي يعني كرجل قانون لكن لا بأس يعني هو الموضوع موضوع شرعي وموضوع يعني قلنا مستوحى من الشريعة الإسلامية والقانون هو قانون الأحوال الشخصية لا بأس أن نذهب إلى القرآن الكريم والقرآن الكريم فيه يعني بما أنه إحنا دعنا نتحدث عن موضوع الطلاق الرجعي وقلنا أنه الغرض من عنده الغرض اللي رب العالمين شارع أراده من ذلك أن يعطي فرصة للزوج عندما يعني يتروى عندما يمتلك عقله بدرجة أكبر عندما يهدئ إذا كان يعني في حالة غضب عندما يفكر بالمستقبل عندما يفكر بنفسه وزوجته وأولاده قد يعني يريد العودة عن ذلك هذه الأسباب اللي ذكرتها قبل قليل تكون أفضل لو كانت زوجتها أمام ناظريه يعني في بيتها في بيت الزوجية إحنا العرف العرف الاجتماعي الأعراف الاجتماعية ضيعت علينا الكثير يعني عندنا أعراف يعني يعني واحد هم من يتكلم يعني قد يناله النقد يعني قد ننال النقد لكن بما أنه يعني نسعى لمرضات الله فلا بأس يعني يعني الأعراف الاجتماعية يفترض وبكل الأحوال لا تكون على حساب الشريعة الإسلامية لا تخالف الشريعة الإسلامية عندنا أعراف كثيرة تخالف الشريعة الإسلامية من ضمنها أنه الزوجة المطلقة لازم تترك دار الزوجية هذا العرف الماشية عندنا يمكن هسا إذا أنا أتحدث في هذا الموضوع واحد يقول لك هاي مين دي يجيب هذا الحدي يعني الناس أكو بعض الناس تستغرب تستغرب يقول لك لا شيء طبيعي يعني أنه واحد يطلق زوجته شو سوي قاعد عنده بعد بالبيت شو سوي باقية ببيت الزوجية شلون يعني باقية يحسبها مئة حساب ما تمر على باله ولا كأنه يعني كتاب الله يعني يقول بذلك لو نرجع للآية للسورة سورة الطلاق هذا نصها رح نقرأ آيتي من سورة الطلاق توضح ذلك ولا تحتاج يعني إلى جهد بالتفسير يعني هو سبحان الله رب العالمين يعني الآيات اللي مرنا بها بأمور أوامر يعني ومتمس حياتنا جاءت واضحة يعني حتى لو كانت تحتاج إلى تفسير ويعني إلى مفسر في يعني بدون عناء يعني بدون عناء كبير يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي ويخاطب هنا رب العالمين الشارع يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن يعني منها يعني نفكر بالأمر ليس فقط نقرأ ولا تخرجوهن ماك هو لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن يعني لا هو الزوج يخرجها ولا هي تخرج بما أنه للزوج سلط عليها كزوج يعني يفترض أن يمنعها من الخروج ولا يخرجن إلا أن أو هذه طبعا للزوجة أيضا رب العالمين يعني يكلمها في ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يعني مثبتة ما بها مجال وَتِلْكَ حِدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا وهو يعني حتى رب العالمين دي يقول لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا يعني الآية من سورة الطلاق تقول يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلْقُوهُنَّ لِعِدَّةِهِنَّ وَاحْصَوْوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبُّكُمْ لَا تُهْرِجُوهُنَّ مِنْ بِيُوتِهُنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ يعني هاي الخروج لازم يكون بظرف بحال يعني بشرط إلا أن يأتين بفاحشة يعني مثلاً الزنا الزنا الزوجية إذا كانت زانية الأمر ويجب أن تكون تثبت عليها بالمبينة يعني القرآن الكريم يقول مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم يقول نهاية من حدود الله واللي يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً هو هذا الغرض من الرجع اللي إحنا دعنا نتكلم عنه عن ليش استشهدت بهذه الآية الآن لأنه دعنا نتكلم عن الطلاق الرجعي انتهت الآية الأولى من سورة الطلاق الثانية تقول فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم نتكلم نحنا قبل قليل يعني بموضوع الإشهاد وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به يعني كل ما تقدم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني من يؤمن بالله واليوم الآخر يفترض أن يعمل بهذا ويوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا صدق الله العظيم واضح يعني أنه رب العالمين يريدنا من هذه الآية الكريمة المباركة يريدنا أنه خلال فترة العدة تكون الزوجة حتى لو كان زوجها طلقها يعني هذا أمر مدام يعني مو حرام هو أبغض الحلال مدام هو مو حرام هو يقع بس إحنا إذا يقع يعني لا نخلي هو هذا النهائي بما أنه رب العالمين بنفسه منطينا حق أنه إذا طلقنا نرجع في طلاقنا فعليه إحنا ليش نخسر هذا الحق الذي رب العالمين معطي وأعطاه رب العالمين ليس اعتباطا مستحيل رب العالمين لا يعطي شيئا أو يمنع شيئا بدون سبب أعطاه لي هذا أعطاه لي العودة للزوجية إذا كان هناك ما يدعو إلى العودة إليها ما أريد أخذ في موضوع الطلاق الرجعي أكثر هذا اللي يعني إضافة للحلقة اللي ما وضحناه في الحلقة الماضية السبت الماضي نجي إلى فصل آخر من فصول يعني انحلال الزوجية اللي الباب اللي دا نتكلم به اللي هو باب انحلال الزوجية هذا الفصل هو الفصل الثاني اللي جاء تحت عنوان التفريق القضائي النص اللي اللي الآن رح نقرأ هو يعني بالشكل اللي هو عليه الآن يعني أصبح بهذا الشكل بحسب بموجب التعديل التعديل القانون التعديل اللي تم فيه بالقانون رقم 21 اللي سنة 1987 يعني هو النص اللي بالتسعة وخمسين أضيفت له فقرات يعني نذكر هيا الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة هي اللي أضيفت للنص الأصلي رح نجيها لهذه الفقرات بالقراءة والشرح بس يعني هناك من يعني من النقاد من الرجال الدين يعني على العموم أكثريتهم يعني مو من رجال القانون من يسمي التفريق القضائي بطلاق القاضي يعني هذه التسمية أنا أجدها غير دقيقة أنا سامحها يعني أجدها غير دقيقة تماما ومو بس غير دقيقة أصلا تفتقر إلى الصحة القاضي لا يطلق يعني القاضي إذا كان متزوج يطلق زوجته ليس له أن يطلق غيرها يقول طلاق القاضي لأنه من يقول بذلك ينكر أن للزوجة الحق في طلب التفريق حسن هي الزوجة يعني القانون ما أعطاها حق بالتطليق خلافا لشريعة الإسلامية إلا إذا فوضت أو وكلت به لكن من حقها أن تطلب التفريق إذا كان هناك أسباب وهاي الأسباب هي اللي رح نتكلم عنها اليوم بالمادة 41 وقد إنه في الحلقة القادمة نتكلم بالمادة 43 فماكو شيء اسم طلاق قاضي هو طلاق يوقعه الزوج والتفريق يطلبه الزوج وتطلبه الزوجة للأثنين يعني متاح طلب التفريق للأثنين والمحكمة تحكم بناء على ما يثبت لها من بينات وحتى عندما تحكم بالتفريق ترجع إلى الزوج وتسأله يعني أنه أنت تريد التطليق أم لا هل تطلق أم لا فإذا لم يجب أو رفض فالمحكمة تحكم بالتفريق لا يعني هذا أنه هذا طلاق لا يعني أنه القاضي هو من طلق لا مصلحة للقاضي ولا صلة ولا علاقة ولا هم يحزنون في هذا الموضوع والقاضي على الحياد سواء في الأحوال الشخصية أو في البداءة أو في الجزاء أو في أي يعني دعوة معروضة عليه وإلا يعني وظيفتك قاضي تكون في مهب الريح إذا ما كان على الحياد نجي للنص النص جاء بالفقرة أولا التفريق للضرر إذا أحنا هناك تفريق المادة 40 والمادة 41 والمادة 43 المادة 40 هذه تكلمت عن التفريق للضرر ورح يجينا المادة 41 تكلمت عن التفريق للشقاق وأيضا بعدين وراها المادة 42 والمادة 43 وبعدها نجي إلى الخلوع المادة التي نتكلم عنها اليوم التي نقرأها الآن تقول أنه لكل من الزوجين لكل من الزوجين طلب التفريق عند توفر الأسباب الآتية إذن للزوجين لكل من الزوجين هذه بالنسبة للمادة 40 من القانون لكل من الزوجين طلب التفريق عند توفر الأسباب الآتية واحد إذا أضر أحد الزوجين بالآخر أو بأولادهما يعني إذن هنا مو فقط الزوج يكون مدعي للضرر الملحق به إنما ممكن أن يطلب التفريق للضرر الملحق بأولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية وإلا الأضرار البسيطة بين الزوجين وأولادهم وهذه المفروض هي متاحة حتى بين الأجناب بين الأغراب فكيف بين الأسرة الواحدة بين الزوج وزوجته ويعتبر من قبيل الأضرار أو الإضرار الإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات يعتبر من قبيل لما نقول من قبيل يعني هنا المشرع ما حدد يعني ما حصر يعني مو على سبيل الحصر إنما على سبيل المثال وبالتالي ممكن أن يكون هناك أضرار أخرى غير الأضرار اللي رح يذكرها بهذه المادة اللي تكون على وزنها واللي تسبب ضرر فعلا وهذا الأمر متروك للقضاء في تقديره لكن المشرع يريد أن يضع مثال يقاس عليه إذا يعني طبعا قرار القاضي يعني متاح للطعن فيه تمييزا يعتبر من قبيل الإضرار الإدمان على المسكرات أو المخدرات وهذه فعلا يعني هي تلحق الضرر بالزوجة بأحد الزوجين نحن نتكلم عن أي من الزوجين وبالأولاد بأولادهما على أن تثبت حالة الإدمان طبعا نتكلم عن إدمان مو عن تناول يعني مو ضرر تناول المسكر أو المخدر لا الإدمان على المسكر أو المخدر ويقول على أن تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية مختصة ليس بأي تقرير طبي يعني يذهب إلى طبيب إلى عيادته مع جل الاحترام والتقدير لأطباءنا لأنما التقرير من لجنة طبية حكومية معناها مختصة وحكومية يعني رسمية يعني على موضوع يكون الموضوع رسمي يعني القاضي يستند إلى سند رسمي ومن جهة مختصة لجنة طبية مختصة ويعتبر من قبيل الإضرار كذلك هذا صار عندنا الإدمان الإدمان وليس تناول الإدمان على المسكرات والمخدرات ويعتبر أيضا من قبيل الإضرار كذلك ممارسة القمار في بيت الزوجية ممارسة القمار في بيت الزوجية ويعني ما أعرف ليش المشرع حددها في بيت الزوجية أنا عندي مقترح للمشرع أنه يشيل هاي مال في بيت الزوجية لأنه القمار ممكن أن شنو القمار؟ القمار يعني المراهنة يعني يفترض هو أن حتى كلمة القمار القمار يعني من يقولها ينصر في الذهن إلى لعب الورق أو أي لعبة يعني في مكان معين المراهنة ممكن أن تكون في محلات سباق الخيول يعني ريسز اللي إحنا نسميها الريسز ممكن أن تكون في الملاعب ممكن أن تكون في سباقات سيارات ودراجات وغيره يعني أي مراهنة هي قمار أي مراهنة هي قمار الأوسع أن نقول المراهنات وهي هاي اللي يمنعها الشرع الإسلامي مو مجرد لعب القمار ولذلك صار لما واحد مثلا يلعب ورق حتى لو مو بمبالغ مالية قمار اللي يشوفه يقول هذا يلعب لعبة محرمة هي إذا ما كانت بها مراهنة ما محرمة ولو هي مضيعة للوقت نحن نريد أن ننع علاقة بموضوع الحرام والحلال ما هذا بعيدين عنه لكن هي ارتبطت الفكرة ارتبطت بهذا الشكل الغريب غير الصحيح يعني لأنه إحنا أصلا إرادنا هذا الناس نحاول نعالجه يعني مجرد وجهة نظر يعني نقول ممارسة المراهنة المراهنات مو القمار لوحده أفرض يريد أن نقول القمار ليش نحدد في بيت الزوجية ليش هو المقامر المراهن يضر بزوجته وبأولاده إذا لعب القمار فقط في بيت الزوجية يعني هو راح يضحي بأموالهم ممكن بها خارج دار الزوجية يعني هي لعبة الخيول سباقات الخيول وشلون تصير ببيت الزوجية ما تصير يراد لها مساحة يراد لها يعني مكان يرقدون بيه الخيول مزيزين يعني هاي عبارة أنا جدها منقوصة يعني نتمنى على المشرع الكريم أن ينظر فيها اثنيا إذا ارتكب الزوج الآخر خيانة زوجية الخيانة الزوجية يعني واضح بها الضرر والضرر الكبير يعني بموجب يعني الشريعتنا الإسلامية وبموجب أيضا أعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا إذا ارتكب الزوج الآخر هو ما محدد هنا مو معناها الزوج الزوج الآخر يعني الزوج أو الزوجة أي واحد من عندهم يرتكب الخيانة الزوجية فهذا سبب للحكم بالتفريق الحكم بالتفريق بطلب من الزوج الآخر ويكون من قبيل الخيانة الزوجية ممارسة الزوج فعل اللواط بأي وجه من الوجوه أي وجه من الوجوه ثلاثة إذا كان عقد الزواج قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشر دون موافقة القاضي هاي اللي قلنا نضيفت يعني الزواج قبل إكمال الثامنة عشر يعني بدون موافقة القاضي هو شرط أنه شرط من شروط الزواج من شروط صحة الزواج يعني صحة عقد الزواج أن يكون الزوجين بالغين سن الرشد اللي هو ثمانية عشر عاما القانون أعطى أعطى المجال أنه نطلب الإذن في سن الخمسطعش فإذا بدون إذن زوجنا وإحنا تحت سن يعني معناها زوجنا أولادنا وإحنا أولادنا تحت سن الخمسطع السنة أو أو خمسطع السنة وما أخذنا إذن من القاضي زوجناهم فمن حقه نانا أي منهما أي من الزوجين اللي يشعر أنه متضرر من هذا الزواج أن يذهب للمحكمة ويقيم الدعوة ويطلب التفريق وتكون المحكمة ملزمة بإجابة طلبه هي هاي اللي تفرق بيه المادة أربعين عن غيرها عن المادة واحد واربعين مثلا رح أجيها بالشرح أربعة إذا كان الزواج قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه ولم يتم الدخول إذا زواج طبعا الزواج بالمحكمة يعني مو ما ممكن نهائيا يعني أنا باعتقادي ممكن مع الإكراه لكن يعني إمكانية ضعيفة إمكانية ضعيفة أن تجبر مثلا البنت على أن تأتي للمحكمة وهي مكرهة وتقبل بالزواج يعني أكو إمكانية هي لذلك بس إمكانية ضعيفة بس يعني خارج المحكمة نعم هو دائما الزواج بالإكراه هو ما يحصل خارج المحكمة يعني نجيب رجل دين ويزوجهم وبالإكراه على مدلاي لا يتضح للمحكمة لأنه المحكمة رح يظل معاملة وروح وتعال والقاضي يظل يسأل ومجبرة لو ما مجبرة وإذا كانت صغيرة بالعمر لازم ولي أمرها يعني فرح يتبين الموضوع وجود الإكراه من عدمه لكن هناك يقول أنه إذا كان الزواج قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه ولم يتم الدخول لأنه إذا تم الدخول فبعد ما يعني هو بعد ما كتاعش تمنع أي إكراه هو تم الدخول يعني هو قلت المثل أنه الفاس وقع بالرأس بعد تم الدخول يعني صار الزواج صار فعلا صار تنفذ فانتهى يعني بعد إلا إذا الزوجة تشوف أنه من مصلحتها أن تتخلص من هذا الزواج من حق استنادا لهذه الفقرة أو استنادا للفقرة القبلها أنه إذا هي بعدها ما مكملة أو إذا هي مكملة وأكرهت على زواج استنادا للفقرة أربعة يعني ما مكملة للسن القانونية سن البلوغ خمسة إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة هنا الزوج إذا تزوج بدون إذن للمحكمة من زوجة ثانية هذا سبب من أسباب طلب التفريق بالنسبة للزوجة الأولى لزوجته وفي هذه الحالة إذا الزوجة يعني رفعت دعوة تفريق استنادا للفقرة خمسة من هذه المادة من المادة أربعين لأنه زوجها تزوج عليها يعني زوجة ثانية بدون إذن المحكمة والقاضة رح يحكم لها طبعا الملزم أن يحكم لها إذا أثبتت زواج زوجها من زوجة ثانية بدون إذن المحكمة بدون إذن إذا زوج بإذن لا هذه ما موجودة بس إذا بدون إذن فمعناها أنه يعني من حقها أن تقيم الدعوة إذن يعني بهذه حالة الزوجة إذا تزوج زوجها بدون إذن المحكمة من زوجة ثانية إذا ما رفعت هذه الدعوة فيسقط حقها في إقامة شكوى جزائية ضد زوجها لمخالفته قانون الأحوال الشخصية وقانون أصول المحاكمات الجزائية بالنسبة للقانون أصول المحاكمات الجزائية بموجب الفقرة واحد من البند أولا من المادة ثالثا من قانون الأصول للمحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1973 ممكن أن تقاضيه وتقيم هذه الدعوة على زوجها وأيضا بدلالة الفقرة يعني اللي دا نتكلم بدلالة الفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية اللي تناولناها ببداية يعني بأول أو ثاني بثاني حلقة من هذه السلسلة ال16 حلقة اللي مضت هنا إذا هي طلبة التفريق فما من حقها تقيم الشكوى الجزائية بس إذا ما طلبت التفريق وراحت أقامت الشكوى الجزائية هذا كل وقت من حقها تقيم الشكوى الجزائية على الزوج اللي يزوج خارج المحكمة من زوجة ثانية بدون إذن زوج بدون إذن المحكمة مو بدون إذن زوجته بدون إذن المحكمة لأن هي هاي ترى الفكرة ما لإذن الزوجة ترى ماكوش اسمه إذن الزوجة الزواج الثاني يكون بإذن المحكمة مو بإذن الزوجة بس أحيانا المحكمة ترسل بطلب الزوجة الأولى لتسألها بالتالي مو بكيف الزوجة ترفض ولا ما ترفض إذا القاضي رأى أنه الزوج بإمكانه أن يتزوج من زوجة ثانية ممكن أن يأذن له لكن هو لما يرسل يريد يتأكد يريد يتأكد أنه أكو ضرار لو ماكو ضرار شلون التعامل رح يقدر يعدل لو ما رح يقدر يعدل هذا الموضوع شرحناه وشرحته أنا وانتقدته هذا الموضوع لأن أنا شخصيا قد أكون مخطئ مو مع هذا التعدد إلا لأسباب قاهرة أما التعدد بحيث أنه تبقى وراء رغبة الزوج الزوج يريد يبدل الزوجة يريد وحدة ثانية أنه يحس بأنه ما مكتفي لا هاي مو أسباب باعتقادي المتواضع وقد أكون مخطئ مو أسباب مبررة مو أسباب عادلة على الأقل يعني هذا ما رد نقول مخالفة للقانون لأنه هو الشرع يعني يعطيها هذه بالنسبة للفقرة الخمسة إحنا سقرينا نص نجي إلى شرح النص اللي النصوص هذه اللي قرأناها اللي واضح حسن من خلال قراءتنا للمادة أربعين أنه أسباب المحددة أحكام هذه المادة تلزم المحكمة بالحكم بالتفريق يعني المحكمة معناها إذا أقيمت الدعوة وهي خطورة الدعوة المقامة على المادة أربعين إذا أقيمت الدعوة على المادة أربعين اللي هي للتفريق للضرر جاءت تحت هذا العنوان التفريق للضرر معناها أنه لازم تحكم المحكمة إذا أثبتت الزوجة أو الزوج المدعي يعني المدعي سواء كان الزوجة أو الزوجة إذا أثبت السبب من هذه الأسباب التي ذكرناها 1-2-3-5 إلى السبب الخامس فالمحكمة ملزمة بالحكوم بالتفريق السلطة التقديرية ليس مثل المادة 41 التي سنجيها هنا إذا أكو سلطة تقديرية فهي في تقدير أن هذا السبب متوفر من عدمه أما إذا أثبت السبب مثلاً هس الإدمان على المسكرات هذا ليس قضية أنه بسلطة تقديرية إذا التقرير الطبي ما لللجنة الطبية قال هذا مدمن يعني المحكمة لازم تحكم بالتفريق سواء كان الزوج خوش آدمي أو مخوش آدمي إذا هو مدمن على المسكرات والمخدرات المحكمة لازم تحكم بالتفريق إذا دعت الزوجة ذلك إذا طلبت الزوجة ذلك بالنسبة للعمر ما بيها مجال ما بيها السلطة التقديرية بالنسبة للزواج من ثانية بدون إذن المحكمة بالنسبة للإكراه يعني إذن أسباب يعني إذا أثبتت لا يبقى مثلاً يعني يبقى مثلاً الضرر اللي إحنا هساً معتادين نقيس عليه يعني اللي إذا تقام مثلاً تقام الدعاوة عليه وأحياناً ترد وأحياناً لا ترد يعني فيه أحياناً كثيرة لا ترد يعني لما الزوج مثلاً يضرب زوجته ضرب بوحشية بمنتهى الوحشية ويسبب لها بأضرار مثلاً وتذهب لإقامة الشكوى ضده أمام محكمة تحقيق يعني الآن صارت عندنا يعني حتى قاضي مختص بالعنف الأسري وصارت عندنا يعني مراكز للعنف الأسري وبذلك صار الموضوع بعد أكثر يعني دقة فإذا أثبتت الزوجة أنه هي ضررت من هذا التعامل ويعني بتقرير طبي من المستشفى يثبت حالة التأثر بالضرب المبرح اللي تعرضت إليه عند ذلك ممكن أن تحكم المحكمة بالتفريق فهذا السبب هو ما مذكور يعني بالحقيقة بالمادة أربعين ما مذكور بس هو يعتبر ضرر أنا قلت الأسباب المذكورة هي على سبيل المثال مو أنا قلت هي المادة ذا تقول أنه من قبيل من قبيل يعني على سبيل المثال يعني مو الحصر فلذلك ممكن أي سبب يأتي تبقى هو هنا هاي السلطة التقديرية للمحكمة تعتبر هذا السبب هو من قبيل الإضرار لو مو من قبيل الإضرار هذا هو السلطة التقديرية إذن اللي ريد نقوله أنه المحكمة يعني واضح واضح أنه ملزمة إذا ثبت السبب أن تحكم بالتفريق وذلك هاي الدعوة خطيرة يفترض أنه يعني إحنا نحاول كمشرع يعني كمشرع وله ما بيها مجال ما نقدر نلغي نصوصها لأنه كلها توفر العدالة وعلى الأقل نبعد الزوجين عنها يعني سواء بالنصوح بالمساعدة بأي طريقة كانت بالنسبة للمحكمة شلون تسير أمور ومرافعات الدعوة ورح نجي إلى قسم منها اليوم إذا سمحنا الوقت نذكرها الطلاق اللي يقع اللي يقع في هذه الدعوة يعني يعني يقع طلاقاً بائناً نعم يقع طلاقاً بائناً بينونا الصغرى بعد انتهاء المدة مدة العدة يصبح يعني باع بينونا صغرى فهنانا يوجب يعني يوجب عندما تثبت الدعوة يوجب الحكم بالتفريق المحكمة أيضاً بالنسبة للوقع يعني بالنسبة للضرر الذي يقع بين أحد الزوجين يكون مبرر نفس الضرر اللي ممكن أن يقع على الأولاد يعني الزوجة إذا أضرت بالأولاد من حق الزوج أن يقيم الدعوة ضدها والزوج إذا يأضر بالأولاد من حق الزوجة أن تقيم الدعوة ضدها يعني مو بالضرر الضرر مو فقط اللي يكون بين الزوجين اللي يتسبب من عند الزوج للزوج الآخر بالضرر إنما للأولاد أيضاً باعتبار الأولاد يهموهم اثنينهم وفي رعايتهم اثنينهم ويعني هم المسؤولين عنهم عن تربيتهم هم يعني أولياءهم يعني هم الولي الشرعي كل واحد من عندهم ولا هو الأب له الأسبقية في الولاية لكن كل واحد من عندهم الأم أيضا لها أسبقية في الرعاية في الحضانة فيما إلى يعني ذلك وفي غياب الأب هي أصلا الآن في القوانين العراقية غير الوضع ما كانت عليها يعني في الأربعينات والخمسينات يعني بالحدود من سنة من الثمانينات يعني بدأت الأم هي التي تكون وصية وتكون يعني لها الولاية على الأولاد الفقرتين واحد واثنين من هذه المادة التي ذكرناها أشارت إلى حالات يعني الحالات التي تمثل مثلا سببا أخلاقيا للحكم بالتفريق اللي هي المخدرات والمسكرات يعني هذا يبين أنه سبب هنا أنا أخلاقي الضرر الضرر اللي يكون سبب في يعني الحكم بالتفريق هو أخلاقي يعني يؤثر في الخلق اللي يجب أن تكون عليه الأسرة وبالتالي يعني هو هذا يعتبر ضررا يعني باهضا هو لذلك تشوف أنه إثباته مجرد إثباته يكون ملزم عفوا ملزم للمحكمة أن تحكم بالتفريق أيضا يعني موضوع الإدمان على المسكرات والمقدرات مثل ما ذكرت جاء لي يعني على سبيل المثل لا على سبيل الحصر حالة أخرى ممارسة القمار أنا ذكرتها أيضا يعني هاي تمثل ضررا ماديا يعني هو حسا إذا ما كان أخلاقيا فهو ضررا ماديا يعني ضرر يؤدي بالأسرة إلى الهلاك يعني لأنه معناها ما رح يبقى عدهم مال يعني للعيش وبالتالي يعني كل ما لديهم من مال سيحرق بهذه المائدة إذا كانت يعني إذا كان القمار على مائدة تسمى هي يعني من رجال الدين بأم الخبائث وهي فعلا أم الخبائث هذه مائدة القمار وأنا قلت يعني أنه لا نحصرها بمائدة يعني هو هذا القمار ممكن أن يكون في ملعب ممكن أن يكون في ساحة ممكن أن يكون في شارع في سباقات في سباقات الخيل السيارات الدراجات الغير يعني في أي مكان ممكن أن تنصرف له المراهنات والآن يعني بفضل التكنولوجيا وبفضل اعتبرتها هذه ألعاب ومع الأسف يعني حتى فيها ما ولو هي من تدخل الألعاب الأولمبية ما تدخلها على سبيل المراهنات لأن أصلا ممنوعة يعني أولمبيا وحتى في السباقات الدولية ممنوعة المراهنة لكن هي في محلات خاصة في ملاعب خاصة تتخل لهذا الغرض أصلا الألعاب الساحة والميدان ممكن أن تكون لذلك اللي هي سموهم الألعاب كرة القدم ممكن أن تخضع للمراهنات يعني خاصة لما طلعت هذه السباقات اختفت يعني في أكثر دول العالم ما التوقع النتائج واللوتو والتوتو وما إلى ذلك كلها يعني من ناحية قانونية هي مخالفات هي تعتبر مراهنات أكو دول يعني لا تمثل فعلا جرميا وفي دول عديدة تمثل فعلا جرميا وبالتالي تعتبر يعني أما عن مخالفة تعتبر أو جنحة يعني هي لا تصل إلى الجناية في كل الأحوال الفقرة اثنين يعني قالت أنه إذا ارتكب الزوج الآخر يعني معناها الزوج غير المدعي إذا ارتكب الزوج الآخر الخيانة الزوجية يعني وعدت طبعا هذه الفقرة الثانية عدت فعل اللواط هو بمثابة خيانة زوجية بأي وجه من الوجوه يعني بحيث أنه إذا يعني حتى لو كان بإجبار الزوجة ذاتها يعني هو يعتبر كذلك وبالتالي يعني كل ما يمثل خطر على صحة الإنسان سبحان الله رب العالمين في الشريعة الإسلامية حرمه أو جعله مكروه أو يعني جعله هنا مثل ما نشوف سببا لإقاع التفريق الزنا أيضا يعني سواء كان من الزوج أو من الزوجة هو مانع من استمرار الزوجية الزنا بالنسبة للزنا سواء كان من الزوج أو من الزوجة مانع الاستمرار الزوجية يعني بحكم القانون وبطلب طبعا من الزوج الآخر يعني هذا بالنسبة لأحكام القانونية أما بالنسبة للشرع فلا يختلف الشرع عن ذلك بالعكس أصلا يعني زنا وزنا الزوجية من المحارم ومن الجرم يعني جرم يقام عليه الحد ونحن الحدي ماثل عندنا الإعدام يعني مو جرائم قليلة تعتبر جرائم الحدود هي هي اللي بدرجة جدا كبيرة في شريعة الإسلامية حتى عندنا حتى في القانون يعني أيضا الخيانة الزوجية أكو فصل في قانون العقوبات تنظم موضوع الخيانة الزوجية موضوع الجرائم الأخلاقية عقوبات تصل بها إلى السجن تصل إلى السجن المؤبد وأحيانا إلى الإعدام حتى إذا كانت من شخص آخر وقعت مثلا بالإكراه أو وقعت بأي طريقة أخرى المادة أيضا أربعمائة وتسعة من قانون العقوبات يعني أشارت أنه مو فقط إهنا الزوجة حتى المحارم يعني أي من محارمه الرجل إذا فاجأ أي من محارمه وهي متلبسة بالزنا فمعناها من حق أنه يقتلها يعني لا يحكم بأكثر من عقوبة الجنحة أو هي عقوبة يعني لا تزيد على ثلاثة سنوات يعتبر غسلا للعارو وهذا أيضا يعني يدل على أنه الزنا يعني من الأمور المحرمة وبالتالي هي لما تكون عقوبتها بهذا الشكل فمن باب أولى أن تكون سببا للتفريق يعني هذا بمسألة جدا تكون يعني تافهة بالقياس يعني إلى هذا الموضوع نحن دعنا نتكلم هذا مو جنايات ولا جنح دعنا نتكلم في موضوع قانون الأحوال الشخصية فهي اللي أريد أوضحها أنه الزنا سواء كان من الزوج أو من الزوج هو سببا للتفريق يعني وفق المادة أربعين المادة أيضا المشرع بالمادة أربعين بالفقرة أثنيا منها يعني اعتبر أنه يعني سببا للتفريق اللواط اللي يكون حتى مع الزوج الآخر طبعا رغما عنها لولا هي ما كانت تروح وصير مدعية إذا مو يعني رغما عنها إذا كانت هي يعني مراضية في الأمر بالتأكيد لا تذهب لتكون مدعية أو كان اللواط مع يعني رجل أو مع أمرأة أخرى أو مع حتى صبي أو أي فعل اللواط هو ذكر بأي وجه من الوجوه إحنا دا نذكر هاي الحالات التفصيلية يعني هو لحياة في العلم أولا والشيء الآخر أنه يعني على موضع يكون واضح إحنا ريد قدر الإمكان هاي الأسباب من نشرحها ريد نبتعد عنها يعني هاي أسباب التفريق وفقا لهذه المادة خاصة المادة أربعين لأنه إذا ثبتت هذه الأسباب فمعناها يحكم القاضي بالتفريق وإحنا دا نقلل من نسبة الطلاقات فنشير إليها لكي نبتعد عنها يعني اللي أرجوه من المشاهد والمشاهدة أن يعني يأخذها على هذا المنوال لا يأخذها لأنه إحنا دا ننصحها دا نفهمه شلون يروح يوقع الطلاق الفقرة الثلاثة أيضا أشارت أنه عقد الزواج يعني إذا كان قبل إكمال مثل ما أوضح قبل قليل قبل إكمال الثامنة عشر وكان يعني بدون يعني إذن القاضي هذا يعتبر سببا أيضا لما يكتمل لما يكتمل العمر يعتبر سببا لطلب التفريق يعني طبعا إذا ما مكتمل للعمر هو أصلا ما من حقه يكون مدعي لا الزوجة ولا الزوج يكون مدعي أمام المحكمة لازم أكون ولي عليه هو اللي يكون يعني مدعي بمكانه فعليه هو هذا ما يحصل يعني دائما لما يبلغ سن البلوغ الشرعي اللي هو 18 سن الرشد يعني مو سن البلوغ إنه سن البلوغ أمر شرعي هذا مختلف فيه لكن سن الرشد اللي هو 18 سنة محددة القانون المدني هنا من حق أن يلجأ للمحكمة ويطلب التفريق إذا كان زوج أو زوجه إذا وجد أنه يعني هو أجبر على هذا الزواج وزواج لم يكن ناجحا ولم يأتي ثماره ومفروض عليه فبالتأكيد من حق أن يطلب التفريق أيضا موضوع أنه القاضي هنا سهل عليه أن يتأكد لأنه هذه أمور بمجب مستمسكات ثبوتية بمجب سندات رسمية ممكن أن تثبت له الفقرة أربعة تقول أنه إذا تم الزواج خارج المحكمة بناء على إقراه أو نتيجة إقراه يعني إذا تم بناء على إقراه للزوجة دائما هي أكثر شيء الزوجة هي من تكره لا يعني ذلك أنه الزوج لا يكره ممكن أن يكون الاثنين مكرهين ممكن أن يكون الزوج هو المكره لكن عموما الزوجة هي من تكره فيكون لها حق أنه أن تطلب يعني الحكم بالتفريق إذا تم بالإقراه بدون موافقة القاضي وطبعاً إذا تم الدخول يعني هي راح تطلب التفريق إذا ما تم الدخول ممكن أنه تحكم بالتفريق المحكمة تحكم بالتفريق قبل الدخول يعني وهنا وهذا الحال الذي يريد المشرق إنه إذا كان بإمكان الزوجة التي تزوجت يعني عقد قرانها بالإقراه إذا كان بإمكانها قبل الدخول أن تطلب ذلك فأتاح لها بهذه المادة الفقرة أربعة من المادة أربعين أن تحصل على حكم بالتفريق الفقرة خمسة أيضا حالة من تقوم على زواج الزوج بزوجة ثانية مثل ما أوضحت قبل قليل بدون إذن من المعكمة ولذلك ندعو الزوج إذا هو جدا يعني مصر على أن يتزوج من زوجة ثانية يعني يذهب للمحكم ليش يعني يضع نفسه في مأزق يعني قد يذهب به هذا المأزق إلى الحبس وأنا ما ذكرت قبل قليل أنه العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة يعني مو مسألة هي مو مسألة هينا مو مسألة قليلة الزوجة إذا تريد إذا تريد تلحق ضرر فيه يعني ممكن أن تلحق فيه ضرر وبالتالي هي يعني إذا كان هو مسؤول عن أولاد الأولاد رح يضررون والزوجة الثانية تتضرر ويعني أمر مو محبث فهو إذا يريد الزوج إذا فعلا هو مصر على أن تكون له زوجة ثانية وبخلاف ورغبة زوجة الأولى مثلا بخلاف معاها أن يذهب ويستحصل إذن من المحكمة ويتزوج من ثانية وعندها ليس لها يعني أن تطلب الشكوى ضده لأنه هو بإذن المحكمة بإمكانها أن تروح لمحكمة الأحوال الشخصية تطلب التفريق والمحكمة ملزمة بإجابة طلبها بالحكم بالتفريق وإحنا منها رح نبني أسرة ومنها رح نفلش أسرة وهذا السبب الذي يدعوني ويدعو غيري من الناس أنه ليس مع هذا التعدد بهذه الصورة إحنا قلنا هنا المادة السادسة الفقرة السادسة من المادة ثلاثة من قانون أصول المحاكمات من قانون الأحوال الشخصية أيضا يعني تتيح ذلك أيضا القانون أصول المحاكمات الجزائية أيضا رقم 23 لسنة 71 يتيح مقارات الزوج يعني بهذا الفعل بحيث معتبره هو فعل جرمي يعني تصور الأفعال محددة بقانون العقوبات بقانون أصول المحاكمات الجزائية هي أفعال جرمية تبقى عاديا مخالفات جناح جنايات هذا ترتيبها يعني بحسب مدة الحبس يعني اللي يخضع لها أو الغرامة إذا كانت مخالفات فليش واحد يعني يقترف فعلا يجرمه القانون أو يجعله مخالفا للقانون والقانون يتيح له يعني أنت كمسلم في قانون الأحوال الشخصية متاح لك أن تتزوج من ثانية بحكم القانون فعليك أن تلجأ إلى القانون حقيقة الأمر يعني هذا هي يعني نقطة أخيرة يقولها في هذه المادة أربعين المشكلة عندنا الحقيقية في الطلاقات التي تقع خارج المحكمة وقبلها في الزواجات التي تقع خارج المحكمة الهم الكبير الذي دي السبب أنه في هذا العدد المرتفع من الطلاقات هو ما يتم خارج المحكمة سواء عن زواج أو طلاقة نحن وقت البرنامج انتهى وهذا الموضوع موضوع جدا مهم وعدنا مقترح به للمشرق فأترك السبت المقبل موضوع الزواجات والطلاقات خارج المحكمة يفترض أن نجد لها حل حتى حين موعد لقائنا الأسبوعية المقبل السبت المقبل مع قانون الأحوال الشخصية سنكون معكم الثلاثاء المقبل وأحكام القانون المدني حتى حين ذلك الوقت أترككم بحفظ الله ورعايته تقبلوا تحياتي وتحيات كادر البرنامج سنكون معكم الثلاثاء المقبل